لا تتنفس كثيرا كورونا موجود في كل مكان هنا نصيحة وجهها حارس أمن في إحدى المستشفيات الكبرى ببغداد لمراسل صحيفة واشنطن بوست لدى قيامه بجولة في المستشفى وملاحظته وجود عشرات الأشخاص الذين ينتظرون اختبار الفيروس بينما يسعل كثيرون منهم بصورة مرضية واضحة الصحيفة الأمريكية نشرت تقريرا يتناول واقع المستشفيات العراقية في مواجهة تفشي وباء كورونا فكانت التفاصيل صادمة فنقيب الأطباء العراقيين عبد الأمير محسن حسين يؤكد أن المستشفيات بدلا من أن تعالج الناس أصبحت الآن بيئة خصبة لانتشار العدوى بينهم تصريح تؤكده شهادات أطباء أصيبوا بالفيروس وحمل بعضهم العدوى إلى أسرته بينما اتهم بعضهم المسؤولين عن المستشفيات بإبقاء الأطباء الذين يعانون من أعراض إصابة ضمن فريق العمل إلى حين ظهور نتائج فحوصاتهم والتي تستغرق أحيانا عشرة أيام ما يعني عمليا نشرا متعمدا للعدوى بين الكوادر الطبية وعائلاتهم ومخالطيهم كذلك بل إن العدوى باتت تنتشر كذلك بين الموظفين في المختبرات التي تجرى فيها الاختبارات للمشتبه في إصابتهم بالفيروس وتضيف واشنطن بوست أن أطباء ومسؤولين صحيين يرون أن سوء البنية التحتية الطبية ونقص معدات الحماية الشخصية كلها مسؤولة عن زيادة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العراق ما يمثل أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي تعاني منها البلاد بسبب سيطرة طبقة سياسية فاسدة تتصدر مصالحها الحزبية بل والطائفية سلم أولوياتها بينما يغيب الشعب العراقي وأمنه الصحي عن دائرة اهتماماتها مئات الأطباء في العراق أصبحوا مهددين بالموت بعد تفشي الوباء بينهم ما يعني أن حياة آلاف المرضى باتت في مهب الريح ترجمة نانسي قنقر